خلاص هم نتكلم في 19 ساعة أقل من 19 ساعة بحاجة ببسيطة 19 ساعة والحلم يترجم حقيقة والحلم يترجم حقيقة حلوة واقع جميل بإذن الله بإذن الله بكرة في نفس المكان اللي هبقى وقف فيه ده إن شاء الله نكون وقفين بنحتفل بمنتخبنا وهو في كأس العالم للمرة التانية على التوالي للمرة الرابعة في تاريخه بإذن الله بدون أي مقاطع بس إحنا وصقين وعارفين إن إحنا سايبين في السنغال رجالة قد المسئولية هيفرحونا ويخلونا دايماً كالعادة راسنا في السماء إن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله أنا عارف إنه الكلام يعني دلوقتي خلص خلص هنقول إيه بقى خلاص يعني دلوقتي لأي بنامت هتصحى تروح على الإستاد تلعب المباراة ما فيش وقت بقى لتدريبات ولا أي حاجة خلص خلص كل حاجة الوقت دلوقتي بس هو وقت الرجولة وقت الشهامة وقت الجدعانة وقت المصر الأصيل اللي بجد إلا أكيد أكيد كل لاعب في منتخبنا هيبقى شايل مسئولية مئة مليون مصري وقتر شوف بقى أنت نازل شايل مسئولية أو شايل مسئولية فرحة مئة مليون مصري وقتر شوف إنت بقى شوف إنت بقى إنت وضميرك وأنا عارف إنه كلكم رجالة كلهم رجالة مفيش لاعب في منتخب مصر بقى أنا متأكد مش هيقدي أقصى ما عنده وقتر شويتين 13 إنسى إنسى أن أنت بقى تقول إن اللاعب ده كان واحش النهاردة مستحيل مستحيل بقى تحديدا هتقول بعد المباراة كل اللعبة كانوا رجالة وخليك فاكر أهو أنا بقولها لك من دلوقتي أهو بقى بعد المباراة هتقول كل لعبي منتخب مصر كانوا رجالة كلهم كانوا في أحسن أحوالهم كلهم كانوا رقعين كلهم كانوا أدن مسئولية جهاز فني إن شاء الله بكالوس كروش هيبقى أدن مسئولية إن شاء الله بكرة يعني أنا حقيقي متفائل مش التفاعل اللي هو وأنا قلت الكندان بارح مش التفاعل اللي هو إيه يا عم خليك بقى صدر التفاعل الناس مش محتاجة تشاوم بالليل وإحنا خلاص كمساء لأ هو تفاعل بجد اللي حصل في مباراة الزهاب واللي حصل في كاس الأمم الأفريقية مخليني متفائل جدا إن إحنا قادرين ونقدر نقدر نسجل كمان في السنغال عشان برضو النهاردة بدأ الكلام اللي هو بتاع التقارير ومش كلام يعني هو ده التاريخ بس يعني اللي هو الحاجات اللي بتهبط دي اللي هو إيه إحنا لم نسجل في السنغال ولا مرة في السنغال يعني أي مرة اللي عمنا فيها في ملعب في السنغال ما يسجلناش ولا هدف لأ بكرة هنسجل ولو ما سجلناش تخلص المباراة 00 ونسعد بس أنا بقولك إن شاء الله بكرة هنسجل وإن شاء الله هنخطف هدف وإن شاء الله هنغطف هدف بدري وريحنا بإذن الله كل الأمور هتبقى إن شاء الله ميسرة بكر إن شاء الله هتبقى سلكة يعني سلكة مش هبقى فيه أي أزمة أهم حاجة التركيز ثم التركيز ثم التركيز نفضل مركزين وأنا هكرر الكلمتين دول تاني عشان لعله وعسى حد من لعيب منتخان مصر يسمع الكلام ده وأكيد هم عارفينه مش محتاجين يسمعوا مني بس نكرره البعض يعني إنت بتلعب مع منتخب عنده لعبين كلهم في الأندية الكبرى في أوروبا يعني الضغوط عندهم موجودة وبيعرفوا يتعاملوا معها التركيز بيعرفوا يحافظوا على تركيزهم طول الوقت ما بيتخضوش ما بيتوتروش وبالتالي إنت تركيزك ما يقلش في أي لحظة لحد ما الحكم يصفر يعني ممكن تسجيل هدف إن شاء الله ربنا يكرمنا لسه ما سعطش آه لون مهمة بتتساهل إيه سنة بعد سنة بس لسه ما سعطش ليه تبتلتعامل مع ناس بتلعب في الدول الإنجليزي اللي بتعامل بيلعب في الدول الإنجليزي ده لحد ديئة 92 ونص لو قصنا هدفين وثلاثة بيبقى بيحاول فمش هيئس مش هيهبط عادي أنت سعب تلعب مع منتخب أو فريق يقول لك السل الهدف ده هبطه الهدف ده خليه يتوتر لا ده مش هيحصل مع السنغال فإحنا بالتالي مش هنحتفل في دماغنا يعني ما نسرعش نقول إحنا خلاص بينا في كاس العالم مين مجموعاتنا في كاس العالم إلا لما الحكم يصفر نفضل بنفس التركيز بنفس التركيز إن شاء الله ربنا هيكرمنا بكرة أي حد يلعب محمد الشناوي عمر جابر ولا عمر كمال عبد الواحد ياسر إبراهيم علي جابر ولا أيمن أشرف ولا محمود علاء ولا رامي ربيع أي واحد فيهم كلهم هيبقوا رعين وهارجعلكوا في الجزئية دا فتوح ضمنينه عمر السلية وحمد فتح ونيني كلهم رجالة صلاح طبعا طبعا مسنودين عليه مصطفى محمد راجل مرموش راجل تريزيجي راجل كلهم إن شاء الله هيشرفونا ويفرحونا بكرة مفيش لعب أنا خايف منه هتقول لي مهم محمد عبد المنعم والونش غايبين انسى الراجل دا عودنا الراجل دا كالوس كيروش عودنا إنك ما تفكرش في الاسم ومين اللي هيلعب والأمراض كثيرة عمر كمال عبد الواحد مرة إما معشور مرة بتكلم في عبد المنعم يخش الونش شوية علي جبر معاشي محمود علاء تمام أيمن أشرف أوكي في نص الملعب هتشوف مهند لاشين ممكن تشوف دونجة تشوف أي لاعب في منتخب مصر مع الراجل دا بيعطى الله وبيبقى مبدع مبدع بالمعنى الحرفي ما تقلقش بقى ما تعدش تشغل بالك لا بس أنا بكرة الآن من فلان ما فيش الكلام دا ما فيش الكلام دا